مرحبا فيكم. لو سمحت اذا كنت جديد في القناة اشتراك وفعل الجرس ليو سلطل جديد. طاقتك انت يا برج الحمل. انت حاليا في الطاقة العجلة الحظ. حسنا انه انت تكون حسس نفسك يوم بتكون ناس عادة الشخص. اليوم بتكون متذكرة. يعني انت بين بتحسط وتقطعت ومبسوط وسعيد. وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث. وبتريد كل الاحداث بتكررها. مسلا من حد ما بلشت في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او ازا يعني طبعا البعض منكم ازا انتم في انفصال. وازا انتم مع بعض انت حاسس ان مشارك اتجاه الشخص احيانا بتزيد اللق عليه واحيانا بتقل مسلا التصرفات او اي شيء اه بيخليها تقل انه مسلا هو مهمل او اه متجاهلك ازا انتم في العلاقة. ازا انتم من فسطين فانت حاليا بتدير هاي العلاقة. وانت كمان خليها تاركها لله. تاركها بالحظ. وازا في نصيب انكم تلتقوا مسلا راح تلتقوا. ازا ما في نصيب يعني ما اؤمن بالقدر. وازا ما في نصيب انه ما تلتقوا ما راح تلتقوا. هيك انت. اه انت شاف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمنى. والحب اللي انت كنت بتدور عليه اه من فترة طويلة. وانت حابب تستقر مع هذا الشخص. عندك حب الى مش طبيعي. واحتمال انه انت دخلت علاقة جديد. وكأنه الحظ جعب معك شوي. كمان للبعض منك. وطبعا بعطي احتمالات يعني لانه اكتر من شخص بيشاهد القراءة. خلينا نشوف طاقته. هو زعلان جدا. وانا مبين عندي طاقته هون كمان زعلانه. وزعلانه بعيد في حساباته. وهون برده عندي طاقته انه هو بعيد في الحسابات كلها. من ناحية العلاقة. وزعلان عنك جدا جدا. وحاسس نفسه انه خسرك خلص يعني خسرك آآ آآ هو زعلان جدا جدا بعلان عليك. وفي طاقة مش مش مبسوط نهائي. يعني هو في طاقت المحاسبة مع النفس والادمان على شيء ما آآ عنده طاقت زعل وهو عارف انه خسرك. هو عارف انه خلص انت زي جاب آخرك. وهو زعلان كتير وهو بيفكر في كل اشي صار انت قدمت له ايام وهو كان متجاهله وكان متنشع. آآ كان لاحق شيء اخر او لاحق مسلا عمله آآ كان دائما انت مسلا متقدمه آآ يرفض. او هو يجاهل. لانه عارف انه انت آآ متمسك فيه متمسك فيه لآخر لحزة. هيك هو كان ليتجاهلك. وهو هو قادر يصال حكي على فكرة الشخص هذا. بس الزعل ينخليه انه ما ينتبه انه هو في طريقة ما يحل هاي المشكلة. ما عنده ادراك نهائيا هو شخص لما يدخل بالآآ مسلا الموجة الزعل بيضل فيها على فترة طويلة. وهو فعلا بيضل فترة طويلة في الزعل. هو بيحاول يطلع من الزعل بس هو مش قادر. واحتمال زعلان انه انت يمكن تركته فجأة. خلينا نشوف. لكن انت بتحبه. انت حاس المصير هو انت مصير كل اتنين تلت قوم مع بعض. وانت حتمال تكون حاس انه آآ يعني مش صدفة انت لقاته. انت لقاته لو انه هو كاملك هو نصك التاني. وانت حاسس انه هو نصك التاني. ويمكن تكون انت توقع مش عنا. طيب. خلينا نشوف طاقته. حاليا هو في هو متكتف وهو مش عارف زي ما حكيت لك بالاول بالقلقة طيعتك. هو مش عارف كيف يفك هالازمة او كيف يلاقي حل لانفصاله عنك. او لتبعد عنك. او انت اللي تبعدت عنه على فكرة مش خولت انت اللي تبعدت عنه. انت عطيتها تلميتين وحملت حالك سكرت البار وحطيت البلوك. آآ سكرت ورائك وماء اتطلعت ورائك. لان انت تقريبا هذا الشخص عزبك لدرجة كبيرة. لانه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات وبحيس انه عمل معاك اكتر من مواقف. يعني عدة مواقف خلتك تشعر بالخدلان من ناحيته. وانه هو ضيع فرص كتير. يعني من ناحيته انه من ناحيتك عفوا انه انت عطيته اكتر من فرصة. وهو كان يضيع هالفرص يعني بالوقت. انه يخلي كل شيء للزمن للوقت للزمن للوقت. فانت خلاص. زي فاضت فيك وحابب وحبت انه تفض هالعلاقة وكلياتها بمواجهة هذا الشخص. فهو عفكرة الشخص هذا عقله عنده في عقله صار آآ ضغط في التفكير من ناحيتك انت. بفكر في الكلام اللي صار. بفكر في المبادلات اللي انت بادرتها. والتجاهل اللي هو عملة. كل اشي بيعيد في العلاقة من اول ما بلشت مع بعض في العلاقة. لحد ما انتهت العلاقة. لان انا شايف البعض منكم. وحتى الاغربية انتم فيه انفصال تام. خلينا اشوف هنا. ان الشخص هذا عقله كاد ان ينفجر من التفكير فيك. وانه متباعد يمكن انت شاف انه متباعد. ومسلا انت بفكر انه ما بتفكر فيك نهائيا. لكنه بتفكر فيك اصلا انت ما بتفكر ولا في اي شيء اخر. الا بيفكر فيك انت في العلاقة وكيف اللي صار الانتصاله. وكل هادي الامور بيفكر فيها. على فكرة انتو لازم يسيبهنك تسامح. زي ما حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامح له. لانه هو حاليا ضميره معزبه. وكمان هو بيفكر في كل ايش صار بناتكو. فا آآ يعني هم بيحكو لك انه تسامح عندما تطلب صراحك وتصفه بالماضي. آآ ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكو لك انه انت لما تسامح هذا الشخص راح تعرف ازا هذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات انه تنسى القلم اللي وجه لك يا هذا الشخص وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص آآ في لحظات معينة هي بتستكلك انه هذا الشخص كان يحبك لكن هو شخص ممكن غير مدرك لافعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مسلا ازا تجاه لك انت راح تروح وما ترجع. آآ ازا مش مدرك ازا هو نشغل عنك وخلاك اخر اولوياته انه انت راح تحب اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص. وما كانش مدرك كل هذا اللي راح يصير. لهيك هو في حالة المحاسبة مع النفس. هو بحاسب نفسه بيقنب نفسه بيقنب ضميرة وهيك هو في طاقة يعني التعبان والشخص داع فكرة مريض او التعبان نفسيا من الانفصال اللي صار. الشخص التعبان ومريض. واحتمال انه داخل بحالة نفسية آآ خليته تارك اعماله وتارك اشغاله هو مقيد بس بفكرة انه انه انت الشخص آآ خسر. النصف قاله انت شخص خسر. يعني الاخر. فهم بيحكو لك هون لازم يصير تسامح هاي العلاقة. التسامح بيخليك انه تنسى اشو الشخص هدا عمل فيه وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها. لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها عكيد راح تصفح عنه وتسامحه. وتدرك انه هذا الشخص كان يحبك. لكن افعاله كانت تسبت لك عكس دلك. طبعا. هو كيف شايفك وليس شايفك بهاي الطريقة? هو شايفك صامت. وشايفك انك انت انفصلت عنه. لكن هو شايفك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مسلا ازا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك. انت صرحت له. انت اعطيته الكلام اللي كنت انت كابته جواك. فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت. وانفصلت عنه نهائيا. الغزمت بالصمت. وهو شايفك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه ازا هو كان خير لك راح ييجي وازا هو شر انه راح يبعده. لانه شايف انه عندك روحانيات عالية جدا. وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا. عندك الحاسة السلسة كأنك انت حسيت على هذا الشخص انه مسلا بيتلعب. يتلعب معاك. فانت زرحت له انت كذا 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 فهو تفاجع انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي. او كيف يعرفك فيه نقطة زي حصل كشف حقيقة. فهو شايف انه انت شخص روحاني لدرجة عندك احساس يعني احساس مية بالمية احساسك صادق. فهو شايف انه انت بتقدر تكشفه. لو اجع مسلا بتعصف لك انت راح تحكي له مسلا الاسف يعني اللي راح تتأسف لي اياه بعده انت راح تكرر الغلط اكتر ازا سمحت عتهمها. فانت كأنه انت كحساس ازا انت سمحت هذا الشخص راح يتمادى اكتر معاك وراح يعني راح يعيب كل اشي منه فيك دبل. هو عارف انه انت واضح او كاشفه. انت كاشفه. انت كاشفه دلشخص هو عارف. عشان هيك هو متخبي. وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلها. انت شخص تكشف. بالحس السادسة بتكشف الاشخاص اللي امامك. هيك هو شايفت انه انت صامت. وفجأة بتهم. وفجأة بتصمت. يعني هو شايفت انه انت مش متناقض لأ انت زي ما تحس ان هذا الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك بتطلع بتصرح ان انا بعرف ان انت مسلا اه مش صحيح او انت مش صريح او انت مش واضح او انت اه في حركة مسلا دالة من وراك او حركة غير صحيحة من وراك. وهو شايفت انه انت كاشف رائع يعني انت كاشفه. كاشف كل انا عيبة وكاشف كل خطواته. او هو زحقت بنفس بنفس الحركات اللي بيعملها بيكررها معين. فهو شافك انه انت صريح وهو غامض. انت كنت بالوقت اللي اه اه كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح وهو في الوقت الكام لازم تكون فيه صريح هو الغامض. يعني عد سكام. لكنه شافت بعض الغموض وبعض الوضوح. يعني واضح بعض الشيء وغامض بعض الشيء. وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شبه اليوم. طيب هو كيف شافك وكيف شاف شخصيتك. هو شافك انه انت مستقر. مستقر ماديا او مستقر مع انتك. نشك انه ما نحكي مستقر ماديا يعني انت مسلا ان شاء الله الله بيعطي الجميع بيكرم الجميع. لكن هو شافك انه انت يعني لما نحكي هو شافك مستقر ماديا بحكمال انه انت مسلا موفق بشغل معين. او اهلك مسلا الناس مرتاحين مادية. وانت مسلا سعيد مع اسرتك. اه من خلال انه متوفر لك احتياجاتك. واحتمال انه انت شخص تشتغل في عمل اه اه موفر لك كل احتياجاتك الخاصة. فمشت ان تكون انت يعني في ناس بيكو احنا لا نملك شايد. في انت بتملك راحة البان. او اه بتملك اخوة يخافوا عليك. او اهل يخافوا عليك. فهذا بيشوفه هو الشخص هذا بيشوفه انت يجب تملك اشي فائط. يعني اشي اكتر من المال. لانه اه 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 كتن العشر مقود اكتنق في بانتكام هو السعادة والروح والرخاء. السعادة بين الاهل والاسرة. دماغ تكون انت شخص متزوج. ونفصل على هذا الشخص عمك بسبب انه انت في زواج او كشف اه او صرحت له انه انت مسلا ما بتقدر تستغل مسلا عن اسرتك. او عندك اطفال وانت منفصل يمكن انت شخص على فكرة في انفصال طلاق او او وفاة اه اه زوج او زوجة وعندك اطفال وانت مستقر محوم. وانت وضحت له مسلا انت ما بتقدر تستغل عن اطفالك. فهو شايفك مستقر عائليا وماديا واحتمال انه يكون انت مستقر اه اه مع عائلتك. ومسلا اهلك يحبوك اما تتحبك اه اختك اخوك. يعني هادي هو شايفها انه استقرار بالنسبة لك. وهو شافك انك انت شخص فيما بعضت عنه استقريت. دورت عاستقرارك بسرعة. هو تشير شخصيتك وشافك طيب جدا شافك شخص صغير لكن عاقل وناضج. وشافك انه انت زي ما حفيت لك انه انت روحاني جدا. انت عندك حس عالي في انك اه اه او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. وشافك هيك. وشافك كمان انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تتركز على العلاقة او العاطفة. او لو حدت بالشخص ازاك انت بتروح تتجاه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك المادي والاسري فقط. يعني نشرح انك انت بتضج مرة واحدة ولكن تصمت مرة واحدة. وشافك انه انت اه شخصية اه قلبة جدا. هادئة انا وعنما. وكمان شافك انه انت بتحب بتقدم الخير لكل الحواليك. لكن ازا الشخص حاول يستغل الطيبة فيك او الخير اللي انت بتقدم له ايه. شفته استغلال انت رح تقطع معاه فورا. انت بتقطع. انت بتحبش حد يستغل لك. حتى لو انت طيب. انت تحس ازا الانسان اللي امامك بيستغل لك الله. هو شافك هي. انت شاطر جدا. مع انك صغير في السن. احتمالا بس انا شاف انه في يعني لحظة اشوف في العمر. يمكن فيه فرقات بينكم. احتمال لكم في فرقات اه اه عادات تقاليد دينية. بس مش عمر. ما تكونش عمر. اذا فيه بينكم بس سنينين قليلة. بس. بس الشخص دعلينا عليك شبك حياة اساس نفسه انه خسرة. لبرج الحمدى. خميني اشوف. نعطيتكم مين نصيحة بمين شخشو خطوطة. شنوية شخشو خطوطة. نحيزة. رح عاطيتكم كمان نصيحة من الكارت من اللون. اللون. نشوف شو دي حكول اكبوعة. اذا اعطيتكم كمان كبير. هنبدأ كده هو حاس كيف يؤثر القمع على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت لما فيه اه فيه طاقة بحكمال الشخص هذا مقدر عليك. عفكرة فيه طاقة انت بتجيك. وبتأثر على نفسيتك لانه عشان هيت بحكي لك انه انت فجأة عندك الكارلة النفسية وتحس حالة انك كاره هذا الشخص ما بدك اياه. وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص. كما تطاقت هذا الشخص ايه تكون مؤثر عليك لدرجة بينهم. بحكوا انه القمر هو مؤثر على طاقتك. في دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على ايه شكلك الخارجي. فانا بحكي الارجح واحساسي ان الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من جدر الطاقة ببعتها طاقة الزعل وطاقة الندم. لهيك انت بتحس حالك ان فجأة مثلا انت مطيق هذا الشخص وفجأة بتحبه. ايه. بدون اي مبررات له من قادمات. فانت لازم تعمل تسامح. لحتى انت تعرف في العلاقة هاي بتحب هذا الشخص او لا? يعني لازم تعمل تقييم. اذا عملت تقييم لنفسك او مش عطا مش لنفسك لعلاقة شفت السيئات تبعته وشفت اللي الحسنات بتاعته وقيمتهم بالضبط. ازا شفت في الحسنات فيه شغلات ممكن تسفت ان هذا الشخص تحبك انت اكيد رح تعرف هالا شخص تيه كان سفت اه مسلا الحب لك. هل كانت السيئات اكتر وكان مسلا مش باستجارهم كان استغلالي اه كان مسلا علاقات متعددة انت رح تعرف من هالا علاقة انت لكون فيها اكيد رح تقدر تقيم هالا هاد الشخص كان يحبك وهو عدد سعلان عليه عليه ولو هو شخص كان مسلا مستغل لك فقط. هو انا مش شاف انه استغلالي لكي انا شاف انه اه عزبك نفسيا كتير. لحظ ما انت طهقت وقلت له خلاص انا اه محمل مش لعب. بديش انا بديش الحب ولا بدي اي اشي. فانت تقدر تراجع بكل اشي صار بنهاية تكون وتقيم هالا هاد الشخص هو بحبك فمنا او لا. عشان هيك قولة تسامح تسامح. وبلش قيم. هالا للشخص هو بحبك او ما. فانت بتاع هاي قصتك وانت قادرة في المشكلة اللي صارت بيناتك وانت بتعرف زي ده الشخص بحبك او جانه مستغل لك فقط. خليني انا شوف. المشكلة شكلها. الموقف هاده انتو على زواج. اه انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزوج. او انت صراحتو ازا مسلا ما تزوجتني انا اه راح اقطع هاي العلاقه. ففي شخص منكو في زواج او انتو كنتو في زواج وانفصلتو عن بعض. طيب. خلينا نشوف اه شخص هاده شنوها وشلختوها اللي راح ايه اقدمها نحيطي. طيب. اي الصور هاده اللي انا يصبر عليك. ويظهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت بتعرفه. احتمان يكون عم تكرا فيه فرق بينكو في العمر بس مش كتير. وكمان احتمان يكون انتو من قرية اه عفران من مدينة وهو من مدينة او قرية. احتمان انت قروي او هو قروي. وكمان هاد الشخص حابب انه كابر. وفرجيك انه اه شخص مسلا بقيد. وشخص اه مسلا انه شخص الكينج اوف واند. يعني شخص الايجو عنده عالي. او تفرجيك كبرياء او انه مسلا هما بيقدرين حين قدم امام هاي العلاقه. ما تكون انت مسلا رفضت عن زواج صابق. او انت كنت تزوج من فصل عن عن زواج. فالشخص هذا بديو يزير لك بديو يزهر انه هو اه خلينا اشوف اكتر. انا شايف انه بديو يرفع الايجو عنده بس. هانده نوعية. ويقدر رقك المدرية هداد فعلك لما انت تشوفه اه مسلا اه هو مسلا اه ما نحزل العلاقه كلها او انه ما عندش مشاكل منها تترك فهو بديو تشوف هنالك وانت بتحقش فيك. حقش. انا نزف. الشخص الذي بريدك انه سكر عموضوع وانه مش هام واشي هاي خطوطه وانه عنده عالي لكنه مهتم منهار لكنه بدي يفرجيك انه هو شخص سكر عموضوع بنسبة لانتح الموضوع وانه هو قادر انه يجاوزك بس يعني عنده عالي جدا من الشخص مع انه بحالة لا يرسلها يعني اكتر منك شو حادر افرجيكم طيب هيك نيوم طب شو خط وطن من ناحيتك الشخص هذا بالضيين هي مرحلة من القلم و شخص هذا بيخب عمت المطعمين خطوطه وانه ما هي نفس الاشيه الشخص هذا يعني بصراحة انه مش بدي يرجع هو بدي يفرجيك انه ما يصور فيه ولا اي اشي بدي يخب ويعاني للشخص هذا ويزهر لك الشخصية انه هو اه لازم يكون محول محول الكون بين الساعة وانه هو مهتم في اعماله وانه حول اه اتعادت عنه لنجاح هو بدي يفرجيك بس يعني مش سيئة لكنه الايجو عنده عالي كأنه بدي يفرجيك انه يعني مرحلة هو زي مرحلة انه بدي يفرجيك انه انت خسرتها للشخص لكنه عارف انه هو الخسرت هو عارف قرارة نفسه عارف لكن هو بدي يبين لك انه هو اه مسلا المرأة في حالة التعب هاي لكن هاي ما اتعبطه او ما ارهقطه بس هو لساته واقف عجري وما انكسر وبدي يفرجيك انه هو اه انهل القلم وبدأ بداية جديدة من ناحيتك او مش ناحيتك من ناحيت نفسه امام اتقط يعني بيتخبى ورق انه ان هو مشهور هو اه هو مسلا المحبوب من العالم وهو بواصف في نفسه ومسلا انت غزيت ثقة في نفسه قلت له انت كزا وكزا وكزا هو لا بدي يفرجيك العكس ان الناس كلها بتحبه وكل الناس حواليه وهو مسلا شخص ملك او كل الناس بتبصله وبتتفرج عليه وبدي يفرج على الدات فعله وهو بس دعاية انه اضلق الموضوع بس ما فيش نواية انه يرجع حاليا انه هو حاليا تعبان يعني هو في حالك الاكتئاب بعد الانفصال يعني هو مكتئب بعد الانفصال طيب خلينا نشوف الابراج ابن السرطان وهذا بشوف الاسد واكمان الجوزية احتمال يكون الشخص هذا الجوزية او احتمال البعض من يكون وبرج العقرب احتمال انتو تتعاملوا مع برج العقرب جوزية اصد وفقط شكرا لانكم يا برج الحمل احكوا لشي قصتكم في التعليقات وهلا عن جد هذا الشخص انتو تركتو نهائيا لكنه مش طالع من بيتكو انتو تحسوا حالكم انتو تشافاتو لكن ترجعوا الى ورا وتعال ترجع للذكريات وترجع للتعب المفسي اشتركوا في القناة